اشتركوا في القناة بداياتا هنبدأ نتكلم عن العفوة في الكتفير او توحيد نصف الموجة باستردام واندايود او موحد واحد ان شاء الله هنبدأ كده نشوف بداياتا هنبدأ نجيب الكمبوننت اللي عندي نفتح من الناس ونجيب الكمبوننت اول حاجة هنجيبها نجيب الارث الوالجراوند بتاعي ارض بتاع الدايرة بعد كده هجيب حاجة اسمها voltage controlled sine wave ده نعمل استوب كده ونقول ان voltage controlled sine wave ده اعتبر مصدر اشارة sine wave انا عايز منبع اشارة sine wave دي اللي هعمل عليه عملية rectifier معنى sine wave يعني موجة جايبية يعني AC current يعني مصدر volt طيار متغيل هنبدأ دلوقتي نكمل الشرح هنبدأ نوصل الدايرة كما نرى هنجيب باية الاجهزة هنجيب جهاز اللي هو الاستسكوب نحط مكانه نحط مكانه بعد كده هنبدأ نجيب الديد نحط مكانه ونفتح نجيب مقامة مقامة حمل ونسيبها على الوضع 1 كم بعد كده هنبدأ التوصيل واحدة واحدة كده نوصل الدايود بالمقامة والدخل من الـ sine wave للدايود ويأخذ الـ earth أو ground نوصله بجهاز sine wave source أو مصدر الاشارة الكهرباء المتغير كده اعتبر انا كملت الدايود الاساسية بعد كده هنبدأ اوصل الاسلسكوب واجيب ground عشان اوصله برضه لجهاز الاسلسكوب وهذا الطرف اللي هو فوق ده اللي وضح برسم كده كده اوصلت ground لجهاز الاسلسكوب تمام اعمل اعمل double click ويظهر الشاشة بتاع الجهاز الاسلسكوب اكبر الشاشة شوية عشان نقدر نشوف اعمل اعمل نبدأ نرفع زر الـ power ونقوم لاحظت ان الاشارة صغيرة شوية هقل الـ level عشان الاشارة تبقى واضحة ملي فولت برد division كده بدأت الاشارة تظهر معي تمام تمام لاحظنا انها انصاف موجات مش موجة كاملة يعني الديود اسم الاشارة مصين خد منها الاجزاء الموجبة بس الديود خد الانصاف الموجبة هي اللي خرجت في الخاجل وطبعا الجزء اللي هو السالب ده خلاص اتشال من الاشارة ده بسموه توحيد مص الموجة او الـ halfway لو حبينا نميز الخرج نغير لون السلك عشان نشوف الاشارة تظهر معي هنلاقى باللون الاحمر كما احنا شايفين طبعا الاشارة ده عمليا لا تستخدم بس لو حبينا ان احنا نعملها عمليا برد هنشوف تنعيم اكتر يعني احب انا عامها هبتدى حط مكسفات في الخرج عشان يتم تنعيم الاشارة زي ما قلنا ان ده عمليا مكلفة عشان نعمل اشارة للسان ويف عمليا مكلفة جدا وتحتاج كمية مكسفات كبيرة وبرده مش حصل على نتيجة المرجوع جوى البرنامج هنا انا بحط قيام مكسفات واعتبر قريبا من الخيال شوية يعني قيام ممكن تكون موجودة في السوق عشان اوصل لافضل اشارة تانية هنشوف ده الوقت معنا كده هنجيب مكسف ونبدأ نضعه في الخرج كما نرى الدافولت مكسفات انا اغيره مثلا اي اقيم يخلي الف ماكو ونشوف الف ماكو فراب ونشوف الخرج شكله غير هنلاحظ ده الوقت سوف نوصل تمام اوصل للطرف الثاني هنعم الزوم هبدأ ده الوقت ارفع البار واشوف شكله نحظ شكل الخرجه عامل كده شحن وتفريغ للاشارة شحن وتفريغ شحن وتفريغ زمن التفريغ اللي هو الزمن النازل بتاع الاشارة ده مكسف باشحن من خلال الاشارة ويبتدي يفرغ فالمكسف هو شحن وتفريغ كلما قبر كيمة المايكرو فراد كلما زمن التفريغ هيكاد يكون يقترب من الخط المستقيم يعني عملية التنعيم تزيد هنشوف كده مع بعض ايوه انا كبرته قوي خليته عشرة تلاف ميكرو لأ طب ننزل شوية تحت عشان نبدأ نشوف التغيير عشرة تلاف ميكرو كبيرة جدا خليها مثلا خمس تلاف ميكرو أولا أقول لك خليها الفين وخمسمائة الأول ونبدأ نشوف كده ايه شكل الخارجة شكله عم ازاي اهو يعني تمام هشوف شكل الخارج بقى لو زودت شوية خليها خمس تلاف اهو شوف شكل الخارج عم ازاي بدأ في النزول زمن البيك زمن التفريغ أسف بدأ ينعم شوية يقترب من الخط المستقيم ونخليه بقى عشرة تلاف ميكرو دي قيمة عمليا مش عارف موجودة في السوق هنبدأ نشوف خلاص بدأ يقترب من الخط المستقيم يعني أنا كده عملت قيمة دي سي لكن عمليا انا مش هلاقي كلمية المكسفات دي طبعا مش هلاقي مكسف عشرة تلاف ميكرو ده صعب ان انا لقي في السوق عاستعمل مراحل كبيرة جدا من ميكرو فرد عشان تحصل على الساعة دي وفي النهاية انا ممكن محصولش عن نتيجة المرجوة برد فالهالفويف بركتفير هو نوت براكتكال هو مش عملي بس احنا ندرسه عشان نعرف بعدي نوع تاني من التوحيد اللي هو الفول ويف خلنا دي وقت احنا في الهالفويف بركتفير او توحيد نص الموجة زي ما احنا شايفين كده هتلاحظ في بداية الان في ترانزيشن لازم الموجة تطلع الفول الاول ثم تبتد الخط المستقيم وهذا يسمى التنزيشن تطلع الفول الاول ثم تصدع الفول الاول ثم تبتد الاشارة تقريب نزيشن تقترب من دي سي لكنها ليس دي سي بيو احنا اوصلنا لكما اصدق 20 ألف فرد القيام ليس متوفرة في السوق او تكاد تكون نادرين كانت موجودة اصلا تمام وكده احنا شوفنا يعني ايه توحيد نص الموجة باستخدام وان ضايد وعرفنا ازاي نعملها عملية فلتراشن بوسطة المكسف اللي هو بيكون بعمل فلتر او فلترة للاشارة بوسطة زمنين زمن الشحن والتفرير وهنقول كلما زادت سعة المكسف كلما زاد زمن التفرير كلما زادت سعة المكسف كلما زاد معي زمن التفرير زمن التفرير لما بيزيد بيبقى 10 to DC او Dark Current او Line يعني مش عامل البيج دي وينزل كده ويعمل البيج دي وينزل كده ويعمل البيج دي وينزل كده ويعمل البيج دي ويكاد يكون خط مستقيم وان شاء الله الحلقة دي نتكلم عن ال Full Wave Direct Fire وهو ده الجزء اللي بيتم تطبيقه فعلا في السوق وإلى اللقاء في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة